قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن الفضائع التي ارتكبت في المساجد والكنائس والمعابد قد هزت ضمير الإنسانية وشدد جلالته في خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحاجة إلى العمل الجماعي الجاد لهزيمة الجماعات التي تدعو رسالتها إلى الكراهية وزعزعة الثقة مشيرا إلى أن هذه الجهود لن تتكلل بالنجاح ما لم يكن للشباب والشبات في كل مكان دور في مستقبل إيجابي